بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل لموضوع جديد وهو موضوع بتاع الابريتر اوبرلودنج الابريتر اوبرلودنج ما هوش كور كونسبت في العالم بتاع الاو او بي هو يوتيلتي بتخلي الورمجة بالاو او بي مع حالة محيارة محددة تبقى سهلة وسهلسة في لغات زي جابا ما فهاش خالص موضوع الابريتر اوبرلودنج لا طيب احنا خلال الكورس كنا نبدأ عمل حاجات زي مثلا سي ان اللي هو مجرد اوبجيكت متعرف وبعدين نعمل اتنين اكبر من اكبر من اكس فاكبر من اكبر من ده اوبريتر بس ايه اللي مخلي الابريتر ياخد كده جنبه اوبجيكت ويشتغل اه فازاي الحاجات دي حاجات زي مصطفى احنا منعرب مصطفى وتلاقيني فجأة عملت مسلا ساعد ابراهيم بس استرينج ده كلاس وزائد ايه اللي خلى الكلاس يشتغل بسرعة عجيبة دي احنا ممكن نفهم اتنين زائد ثلاثة بخمسة بس ازاي عملنا اللي حاجة بتخليها نعمل آآ زائد خلاص آآ لو انت معك مثلا مفاجأة او لو هتعمل عليها حاجة زي هنا او زي شغل كده ازاي عارفنا نعمل البتاع ده كل دولة واللي حصل ان احنا عملنا حاجة اسمها فاكرين لو بنعمل احنا بنعمل ايه؟ بنبروفايد اكتر من فونكشن نعمل حاجة بيها الوبريتور اوبرلودنج فكرة مشابهة انت بتبروفايد اوبريتور للكلاس علشان ينفذ الموضوع طيب فاكرين الوبريتور زي عندين انواع من ناحية ممكن يوصلها انها الينوري والباينوري والترنوري من ناحية ممكن يوصلها انهم الارثماتيك واللوجيكال والبتوايس وهكذا طيب تعالا ناخد الكلاس بسيط اسمه بير ماي بير هناخده هنطبق عليه خلال الموضوع بتاع الوبريتور اوبرلودنج ده الكلاس دوت في رقمين فرست وسكند وعنده كونستركتور بياخد الاتنين وعنده شوية مثل هنا ببرنت وجيت فرست وسكند وعنده هنا فونكشن اسمها اد بياخد اوبجيكت ويبدأ يضيف نفسه على الوبجيكت دوت ويرجع اوبجيكت جديد باي فاليو هنا كده في المجموع فانا لو عرفت مثلا اكس بواحد واثنين وي بعشرة وعشرين وقلت اكس دوت اد واي فانلاقي ان الزد الجديد دي بايه حداشر واثن وعشرين واقف الفيديو دي اي او تأكد انك انت فهم الكود دوت لو جيت تبص كده اه ما تيجب بص على مثل زي اكس دا اد واي هي سهلة مفهومة بس في حاجة مش انها احنا كان نفسينا نعمل حاجة زي كان نفسينا نقول ان نزد اكس بلاس واي ده اكس هنا مايبير واي مايبير بس احنا نفسينا بدل ما ننادي اسمها اد كنا نستعمل حاجة اسمها بلاس خلال الفيتشر دي بتديها لك الحاجة اللي اسمها هنبدأ نعمل ما معناه ان احنا هنبروفايد مجموعة من الاوبريتورز بي اكت كفونكشن بهايند سين طيب تعالنا نحول الكود بتاعنا ليه كود بيستخدم اوبريتور اوبرلودين اد الفونكشن الاديمة اللي اسمها اد زي ما هي عملنا فونكشن جديدة اسمها اسمها اوبريتور بلاس خلاص نفس البرومتر نفس البادي لوجيك نفس كل حاجة وبدل ما بقينا بنقول اكس دوت اد واي بقينا بنلاقي اينا بنعمل ايه اكس بلاس واي اوبريتور بلاس دي دي فونكشن خلاص يعني هم فاكرين مسلا بتشوف الكونستركتور بنلاقي شكله غريب بس هو اسمه فونكشن الوبريتور ده ايه دي فونكشن الكمباير لما بيشوفك بتعمل حاجة زي اكس بلاس واي دي اللي هو هنا دي بيروح يشيل البيلاس دي ويكتب مكانها دوت اوبريتور بلاس فبيقول الوبجيكت ده ايه اوبجيكت نادي الفونكشن اللي اسمها اوبريتور بلاس على الواي يبقى الوبريتور بلاس ده ايه دي فونكشن خلاص طبعا من الواضح هنا ان البلاس بايناري اوبريتور بمعنى ان هو محتاج حاجتين ففي حالتنا هنا الحاجة الاولانية هي نفسها والحاجة التانية هي البرامتر اللي جادنا لو سمحت ايه رأي السينتكس ده وتأكد انك انت فاميديار بي كويس زي ما عرفناها جوه الفونكشن الوبريتور بلاس بيسمح لنا البعض الوبريتور زي ان احنا نعرفهم بره الفونكشن فبيتعرف زي بره الفونكشن بالمنظر ده بنقول ما يبير اوبريتور بلاس وبتديله الفيرست والسكند وابدأ اعمل الشغل بتاعه عليهم لاحظ كونك بتعرفها كفونكشن بره اللي هو بيسمونا ننبير فونكشن او البلوبال فونكشن او نورمال فونكشن هنا مبقاش في خلاص دي فونكشن بره، اصلا ومالهاش علاقة بال τους بقياننا لازم ناديله الفيرست والسكند بنفسنا خلاص كده مش فاكر انا كنت عايزولي هنا. ااا ممكن برضه ااا ت Crown different يعني تحط ال function definition ده جوه بفيرند لو انت عايز تأكسز الايه بصورة بسيطة revealed isp but it would be easy for lejs بيسمح لديها الكرد Tyr devices طيب باننا بدأنا نعرف الفانكشن برا فبقى عندنا شوية بوسيبيلتي الزيادة شوية عن لما بنعرفهم جوه دي الفانكشن بتاعني العادية انا اضفت فيها بير واحد و بير اثنين هنا بدأت اقول له ان انا عندي بياخد اوبجيكت وبعدين بياخد انتجر وهنا قلت له انو عندي بياخد انتجر وبعد كده اوبجيكت قلت له عندي بياخد انتجر و اوبجيكت قلت له عندي مي ناس بياخد اوبجيكت مايبير و اوبجيكت من نوع بتاع است دي بتاع البير بتاع است دي نفسه وجوه واحدة كل فيهم بدأت اكتب اللوجيك اللي ايه اللي يناسبني تلاحظ هنا في الفانكشن رقم واحد وستين اللوجيك بتاع الفانكشن دي هو هو نفس اللوجيك بتاع الفانكشن دي بس احنا بس قلبنا البرامترز فانا عملت هنا حركة ظريفة ان انا هنا قلت له ريترن سي واحد بلاس اكس كأن بنادي على الفانكشن دي خلاص فاحنا في الوبريتور اوبيرلودنج ممكن نعرف ان افويد بتاع الكود ده وتيجي تبص على المين هنا بعد دي ما عرفنا ده بير عادي بتاع استي ال وده اكس بتاعنا فده تقول له زيد اكس بلاس فايف قلنا ان بلاس فايف دي هتتنقل زي الدوت بريتور بلاس خلاص اه هنا هنا هتبقى في حالتنا ازاي بيبص هل في حاجة بتشتغل على الاكس وبتاخد كمان في البرامتر التاني اه الفانكشن دي طيب لو عكسناها فايف بلاس اكس عادي تشتغل طيب ثري طايمز اكس هيشوف في حاجة بتعمل استريك وعندها ثري وعندها وتنفع انتجر و اوبزيك اللي جاء بقى ثري استريك وانتجر و اوبزيك لو انت جيت تقول له اكس تايمز ثري ده هيطلع كومبيليشن ارر لانه هيدور على اكسك في الشمال وهيدور على انتجر في اليمين مش هلاقي فانكشن بتاوفرلوت حاجة بالمنظر ده اكس مايناس بي هيروحي نور فانكشن دي لكن بي مايناس اكس هيكمبيل ارر فزا احنا شايفين فيه بوسيبليتيز اكتر بكتير ممكن تتعرف اه في الحالة دي اه بس كده اعلمكم الله منفعكم ونفعكم منتعلمكم وزادكم سلام عليكم اشتركوا في القناة